ليه دايما فيه لوم علينا كلنا ناس يقولك انه كتعات النشيين في مصر فيها مشاكل كبيرة جدا هل حالك تلامس المشاكل ديت هل فيه فعلا مشاكل كبيرة جدا وهي السبب اللي احنا فيه المشاكل بأمانة شديدة من عند اولاء الامور فقط لكن انا مستمتع جدا بشغلتي يعني ايه مشاكل عند اولاء الامور بص يا سيح حل بلك في كل اندية مش لك يعني مثلا انا عبدالرحمن ابني مثلا بمسك براعم الجونة بيجيلوا اولاء امور ابني منعبش ابني مش عارف ايه لا المدرب ده فكده يعني فبيعملوا ضغط عليك بعمل ضغط شريك جدا عن المدرب كمان فيه ناس بتتطول عن المدربين بعض الاولاء الامور طبعا ما نسمحش بكده بس الولد زنبه ايه يعني يبقى ابنه مثلا لعيب كويس وملعبش مباراة كارثة ايه ابني في ايه هو يعني مثلا ده لسه ابنك برعم ده لسه 12 سنة 10 سنين كريساو نلو بيقول عدك اه ايه كريساو نلو بيقول عدك مثلا يعني لا انت ابنك مثلا لسه قدام العمر ربنا ديه لطوط العمر طبعا انت جا تتكلم معي في لعيب 12 سنة ملعبش مباراة والامبراطين فاهم اه مش معي انا كطار ايه احيا مع المدرب بيكلم وحيش بس من داحة تلك بتنطرق هل المدربين اللي بيبقوا موجودين في قطاعات النشئين انا بكلم عن مصر كلها مش بكلم بس على زمالك بيبقوا مؤهلين التعامل مع الفئات السنة دي مش كلهم اه دي نقطة مهمة مش كلهم طبعا اه انا معك تماما عشان بقى في احيانا اختيارات غير جيدة لاختيار المدربين معك تماما اه غير مؤهل والتعامل مع الطفل اصعب من التعامل مع اللعيب الكبير 100% عشان انت بتبدأ من السفر ما انت بتنشئ حاجة بتبني حاجة انت الاساس ده بتاع العمارة انت بتبزل فيه ايه كل مجبودك وكل طعتك وكل فلوسك وكل ما ربينا ادك من عقلية انك انت بتعمل الاساس ده متين وبعد كده التانية بتطلع في ثانية العشرة دورة بيطلعوا في ثانية صح فانت الاساس مهم جدا عشان كده انت بتعمل ايه بتعلم الولاد كل شيء كل شيء تعلمه اولا بتخليه حافظ على درسته ثانيا بتخليه حافظ على لياخته بتجيب الاب انا بتجيب الاولياء لامور ساعات وبعد اتكلم معهم لما يلاقي طفلة او لعيب مثلا مش كويس في مشاكل عنده الولد منعيبش وقت عالة في ايه ما نمتش ليه كذا عارف مثلا في مشاكل بنحل هذه المشاكل على قد ما نقدر على قد ما نقدر للأسف الشديد في بعض اولاد الامور بيدر باولادهم عارف الدبل عشان تخاف على ابنها تروح قتلى ابنها كده تبرك عليه تكتب نافسه كده الابهات فيه ابهات كده وفيه امهات بقى الابهات بقى سابين الامهات علينا وانت عافش تتكلم مع ستات اول العظيم يعني الامهات دول صعبين جدا بتلاقي ام جاية بتتكلم معك كأن انت شغال عندها فاني مش انت مثلا بتربي ابنها او انت بتخدم ابنها طيب الحكاية اللي بتتعلم اشتركوا في القناة